بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي ان شاء الله رح نتكلم عن الثقوب السوداء مثل ما تلاحظون في هذه الصورة رسم لثقب سود في مركز الدوامة وهو يبتلأ سحابة كثيفة من الدخان الكوني يقول العلماء ان هذه الثقوب السوداء لا ترى ابدا وهي تجري بسرعات كبيرة وتشفط وتكنس اي شيء يقترب منها فهي تعمل مثل مكانس كونية املاقة صراحة ما نقول لا سبحان الله لقد اشار القرآن الكريم الى هذه الثقوب السوداء قبل ان يكتشفها العلماء باربعة عشر قرنا في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فلا اقسم بالخناس الجوار الكنس سورة التكوير من آية خمسة عشر الى ستة عشر وكلمة الخناس تعني التي لا ترى وكلمة الكنس تعني التي تكنس وتجذب وكلمة الجوار اي التي تجري وهذه هي صفات الثقوب السوداء التي اكتشفها العلماء حديثا والسؤال الا تدل هذه الآية على عجاز القرآن وانه كتاب منزم من الله سبحانه وتعالى والله اعلم اشتركوا في القناة